بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مديا وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم لقد كان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مبلغ لكتاب الله تعالى ومبين لأحكام القرآن الكريم وموضح لآياته البينات ونزل القرآن الكريم على حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل متفرق منزلش دفعة واحدة نزل متفرقا على حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام على مدار 23 سنة وفي خلال ذلكم الزمان الشريف يبلغ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يبلغ قومه ويبلغ من حوله وبيفصل لهم تعليم الإسلام وبيبينها وبيوضحها وبيطبق أحكام القرآن الكريم فقد كان صلى الله عليه وسلم رسولا معلما وحاكما وقاضيا ومفتيا وقائدا طيلة حياته عليه أفضل الصلاة وأسكى التحية وأتم السلام لذلك كل ما يتعلق بالمسلمين سواء كان صغير أو كان كبير سواء على مستوى الأمة الإسلامية أو على مستوى الأفراد حياة الأفراد المسلمين في كل مختلف نواحي حياتهم وفي جميع شؤونهم مما لم يرد في القرآن الكريم فهو من السنة النبوية المطهرة وكذلك ما يوجه النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح ما أجمل ذكره في القرآن الكريم السنة دي وظفتها تشرع بأمر الله تعالى ما لم يأتي تفصيله وبيانه في القرآن الكريم كذلك من ضمن ذلك ما لم يرد في القرآن الكريم السنة النبوية المطهرة بتشرع وتشرح وتوضح وتبين وهكذا وظيفة السنة عظيمة في بيان أمر الدين الحنيف كان ده كله إما بالسنة العملية اللي هي اللي كان بيقوم بيها بيمارسها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام منتهى الدقة بيتلقوا بيرأبوا بيشوفوا كل حاجة من النبي عليه الصلاة والسلام أو كان ده من قبيل السنة القولية اللي هي من الهدي النبوي الكريم القولي اللي بيرشد بيه المسلمين وبيوجه إلى معاني رائق عظيمة في مجال العقيدة في مجال العبادات في مجال المعاملات في مجال الأدب في سائر شؤون الحياة أو كان ده من قبيل السنة التقريرية وهي اللي أقر فعلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يعترض عليها زي إيه مثلا زي إقراره صلى الله عليه وسلم فعل الصحابي الجليل عمر بن العاص لينا لأن سيدنا عمر بن العاص أصبح يوما جنبا كان على جنابة في ليلة باردة وكانوا هم في الغزو وكانت الليلة شديدة البرودة فسيدنا عمر بن العاص عمل إيه تيمم وصلى بالصحابة يعني لم يغتسل وتيمم لشدة البرودة واستدل بقول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم لأنه كانت البرودة شديدة جدا ولو اغتسل من الجنابة ساعتها ربما كان ألقى بنفسه في التهلكة فاعتمد على قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فبلغ فأقر النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولم يعترض على ذلك الفعل ده معناه السنة التقريرية وبالتالي مجموع كل ده السنة القولية السنة الفعلية السنة التقريرية أنت بتجد بين إيديك مجموعة كبيرة من الأحكام والأداب والعبادات والقربات وغيرها اللي شرعت زمن النبوة الشريف وقام الصحابة الكرام بأنهما بيطبقوا ده فسنت للجميع هديا خلال ربع قرن من الزمان اللي عايز أقوله أن السنة النبوية المطهرة لم توضع دفعة وحدة كمجموعة كده من الشرائع أو الوضعية أو القوانين اللي الناس بتتوافق على وضعها أو أنها وضعت مجموعة من الأحكام الخلقية اللي بيمليها بعض الحكماء والوعاث زي ما بيقول بعض المستشرقين من الغرب هذا الكلام وزي برضو ما حضراتكم شايفين أنه بيردد نفس الكلام ده كلب البغاء اللي بيسموا أنفسهم أهل تنوير والحقيقة هم أهل تخريب لأن الإنسان لما يتكلم عن جهل يبقى ده تخريب وليس تنوير ولابد من جهة التأصيل العيمي أن إحنا نقول أن الكلام ده قالوا قبل كده مستشرق كبير معروف اسمه جولد سيهر اللي اعتبر أنه ليس صحيحاً وده حد كلامه ليس صحيحاً ما يقال بأن الحديث وثيقة للإسلام في عهده الأول اللي هو سماه بعهد الطفولة اللي هو زمن الأول زمن النبوة ولكن هو بيقول لكنه ده أثر من أثر الإسلام في عصر الندوك يعني هو عايز يقول جولد سيهر أنه أن السنة دي كأن المسلمين كده قعدوا في وقت التقدم يعايز يقول في القرن الثاني والثالث المسلمين كده قعدوا قعدة كتبوا وقلفوا في عصور الندج في القرن الثاني أو الثالث وقلفوا السنة قعدوا يكتبوها ويقلفوها وكان هنا بيعتبر أن ده تطور طبيعي للحركة الفكرية اللي كانوا فيها فقدت إلى أن هم يقلفوا السنة ويضعوها كأن مجموعة من الحكماء والأدباء اعتمادا على أنها أمة كانت الكلمة فنها الشعر والنس وده نفس الكلام اللي بيقولوا أدعياء العلم في زماننا نفس الكلام يقولك لا السنة ما لم تكتب السنة ترد تربحها مكتوبة لا ده كتبوها في القرن الثالث وكأن حياة النبي عليه الصلاة والسلام المباركة في الزمن الشريف والصحابة الكرام التلامدة اللي تلقوا هذا العلم يعني بننفي هذا الوجود وبننفي هذا التفاعل اللي كان موجود يعني واحد زي هذا المستشرق ومن سار على دربه عايزين في وجود الحديث أصلا زي ما دول بيعملوا عشان تعرفوا أنها أصلا حركة استشراقية غربية الكلام ده كله مردود عليه بس إحنا عشان اللي ما يعرفش يعرف وتبقى الناس فهمة أن المسألة أساسها في الرد لابد يكون بعلم وبهدوء نفند الشبهات بهدوء وإن الشبهات دي أثارها يعني أعداء الإسلام من المستشرقين طبعا مش كل المستشرقين كانوا أعداء للدين الحنيف الغالب منه لكن في مجموعة من أهل الاستشراق وهما وهم اللي مش عرب مش مش من لا يتحدثون اللسان العربي درسوا اللغة العربية إما عشان يتبحروا في علوم اللغة أو يتبحروا في القرآن أو يتبحروا في الحديث عايزين يوصلوا للحق أو عايزين يطعنوا في هذا الحق فده كان المدرسة اللي كانت موجودة أساس الطعن في الحديث كان في بيئة الاستشراق جولد سيهر ادعى أنه لم تكن السنة وثيقة للإسلام في عهدي الأول أو في زمن الطفولة كما أسمى وعايز يقول أنه لم تكن توثيقة للزمن النبوة وعايز يقول أنه ما تعلموا في الصحابة من حضرة رسول العيسة والسلام ده ملوش أساس عشان يثبت في النهاية أن السنة دي عمل بشري وليس وحيا من السماء سعيا لإبطال معنى القول الحكيم في القرآن الكريم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوح ويسعى كذلك مثل هذا المستشرق وغيره ومن يسعى ومن يسير على منهجه يسعى لإبطال معنى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب لإن أنا النهر دا الآيات بتثبت أن هناك عطاء علميا عن طريق الوحي وما ينطق عن الهوى فأين هذا العطاء العلمي إذا أنت بتقصد منه هدم السنة من يظن أنه يستطيع هدم السنة وهذا لا يمكن أن يكون أبدا دا كلام باطل لأنه أريد به تكذيب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإبطال الرسالة من أساسه وهؤلاء عاملين زي الناعق بيقولوا حاجاته هما لا عارفين أصلها ولا فصلها ولا بيدرسوا دراسة متحققة فيها احترام التخصص وفيها رجوع لأهل العلم أرباب التخصص لا الناس عايزة تعمل علماء وهي قاعدة بتتسلى ومنظمات وتكوينات ومش عارف يسعو إلى التنوير ومش عارف التفكير بس مش لما تعلم الأول أنا أقدر أصدر العلم للناس الغرض من الطعن في السنة لمن زعم أنه يطعن في السنة والطعن في القرآن الكريم لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يقول ويوجه في هذا الكتاب الخاتم القرآن الكريم وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوَ مَنَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُوا قولوا واتقوا الله يبقى هناك عطاء لابد أن نتلقاه بحرص يجي واحد مستشق ينفي العطاء فبينفي القرآن أصلا ويسير خلفه من يسير الغرض إبطال الرسالة المحمدية والتكذيب بحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتكذيب بما أرسل به من عند ربي لأنه إذا كان هناك رسول المنطق يقول كده المنطق يقول كده إذا كان هناك رسول مرسل من رب العالمين فبالتالي هناك وح وهناك رسالة وهناك رسول معلم قدوة وبالتالي في عملية تعليمية المعلم فيها الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم والمادة وحي من السماء المادة العلمية وحي سماوي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وبالتالي في عملية تعليم وتعلم وهناك تلامذة متلقية ومطبقة لما تعلموه من الجناب النبوي الشريف وبالتالي هناك علم عظيم خلفوه اللي هي السنة لذلك لم تكن السنة أبدا مجموعة من القوانين ولا الشرائع اللي قعد المسلمين كده في القرن الثالث زي ما دول بيقولوا كلام المستشرقين بعض المستشرقين بجهل قعدوا وكتبوا الحديث حديث إيه اللي هيترك من القرن الأول من زمن النبوة للقرن الثالث لم يحفظ هل هذا عقل أو هذا يعقل اللي بيقولوا إنه دول المسلمين قعدوا وكتبوا الحديث ده في القرن الثالث الهجري كما يدعي هذا الكلام ذلك المستشرق وغيره كتير جدا لأن المستشرقين فغالبهم فكرة الوحي فكرة الغيب هو قدامه هو عايز يشوف اللي قدامه بس الملموس المادة كل ما غاب عن حدثه هو لا يؤمن به منكره هما بينكروا الوحي حتى أغلب كتب الاستشرق فيها هذا الكلام جولتسيهر نولدكا غيرهم كتير جدا اللي لو أنت غسط في كتب في كتبهم اللي أفنوا فيها أعمار طويلة جدا لكن هباء منصورة لأنه لم ينتهي إلى الحق هو بالنسبة له هو داخل بيجمع المادة عشان يطعن في الرسول والرسالة وييجي أو تيجي أجيال المفترض إنها مسلمة فتنحنح هؤلاء دون وعي ودون تعلم ودون تخصص ودون تلقي للعلوم والمعارف بصورة علمية متخصصة فالإنسان هو بيتعلم حيعرف يمارس العملية النقدية ولكن على أساس علمي رشيد كانت حياة الصحابة علمية تطبيقية عاش الصحابة العلم ده بإنهم بيتلقوا بالطريقة المباشرة إنه نبي يجلس إليهم ويعلمهم وتلقوا بالتوجيهات فمتعملش كذا ويعمل كذا وتيجي على مستوى الأفراد إن يجي منهم بعضهم يسأل رسول الله عيسى والسلام فيوجه النبي عليه الصلاة والسلام وتيجي عن طريق القدوة العملية يشوفوا حضرة النبي عيسى والسلام بيعمل إيه فيقلدوا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة عاشوا السنة فحملوها مش في الصدور في الصطور بس في الصطور وفي الصدور تلقوها حفظا في الصدور والصطور ومارسوها وأجادوا في كل ذلك لإن السنة شرعت لتربية الأمة اللي حتحمل أمانة الوحي للعالمين فشرعت السنة لتربية تلك الأمة العظيمة الأمة دي حتتربى دينيا واجتماعيا وخلقيا واقتصاديا وسياسيا تربى عشان حتخرج للعالمين بهذه الرسالة تربى وتوجه في السلم وفي الحرب وفي الرخاء وفي اليسر وفي الشدة السنة جاءت لتحمي هذا الجيل وفي نفس الوقت يكون حضرة النبي عيسى والسلام بينهم قدوة حية نابضة السنة بتتناول شتى النواحي العلمية والعملية لذلك صنعت السنة المطهرة جيلا فريدا عظيما مبهرا للعالمين وتلكم هي الصورة الحقيقية والتطور الطبيعي والتطور الطبيعي لوجود والمنطقي لوجود الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بين المسلمين في دليك الزمن الشريف والرسالة لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مش هيكون يعني لم يكن من السهولة أنه هيجي نبي عيسى والسلام يلوم اعملوا كذا ومتعملوش كذا ففجأة هم ينقلبوا مما كانوا عليهم من ضلالات إلى الهدى شيء مش ممكن يعني ينقلب الناس أنا ذاك فجأة شيء مش منطق ومش هيتحولوا بين عشية وضحاها عن الأمور التي ألفوها في الجاهلية من عداته وتقاليد وعقائد ويتحولوا إلى الإسلام فجأة كده في نظامه وتعاليمه وعقائده وعباداته فجأة كده لا ما يمكنش إنما هيجي ده عن طريق التدرك اللي أرادوا المولى سبحانه وتعالى ليخرج أمة عظيمة طب وده هيتم إزاي هيتم بتوجيه النبي المباشر بالتعليم المباشر يتلق القرآن يتلق السنة يشوف القدوة بينهم سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يشوف سنة النبي القولية وسنة النبي العملية وسنة النبي التقريرية وكل ده مع بعضه يخرج الأمة دي اللي خرجت أمة عظيمة أقلقت ساعتها جميع الأمم العظمى وأربكتهم لأنهم تخرجوا في مدرسة النبوة اللي تلقوا فيها العلوم والمعارف اللي هي مفاتيح العلوم كلها والمعارف كلها وطبقوها طبقوا ما تعلموا فأخلصوا في التلقي وأخلصوا في العمل وكذلك حفظوا ما تعلموا في الصدور وفي الصطور وكان يجب على مثل هؤلاء المستشرقين لو إنهم تجردوا في العلم والبحث إنهم يقولوا الحق وهو منتهى إليه المسلمون في عصور النطج والازدهار إنه مش حيجوا هم إذا لم يكن هناك أساس قوي في زمن النبوة إزاي يعني في القرن الثاني والثالث حيعودوا بقى ويقولك الصده في زمن النطج والازدهار طب إيه أساس النطج والازدهار إنما هؤلاء مثل هؤلاء المستشرقين ما عندهمش نظرة حق ولا يقولوا الحق لإنه الأساس كان في زمن النبوة كان الازدهار اللي حدث في القرن الثاني والثالث وبأق تشتد قوة وشوكة المسلمين ما كان ذلك إلا ثمرت ما تعلم ذلك الرعيل الأول في زمن التأسيس زمن النبوة الشريف ولكن هذه الحقاق تعمى على من قال الله فيهم كما ذكر ربنا في سورة الحج أفلم يسيروا في الأرض فتكون له قلوب يعقلون بها أو أهدان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر